إزاي حضرتك كزوجة وأم يعني؟ وكلام بقى لحضرتك والزوجة كمان؟ إزاي تعرفي إنك في حالة ولادة؟ خلاص كده؟ بتعرفي إنك في حالة ولادة في حال وجود انقباضات في الرحم انقباضات محددة، ليها مواصفات محددة إيه مواصفات انقباضات الولادة؟ أنا ليه بقول لكم انقباضات الولادة؟ لأن طول الحملة هتلاقي عندك انقباضات كل شوية كده بتحسي بانقباضاته وبتقلقي وتكلمي الدكتور أو بتروحي له أو الدكتورة تقولك لا تطميني أو حتى بتسألي مامتك أو أختك أو حد مر بالتجربة لكن انقباضات الولادة لها مواصفات لا لابسة فيها إيه هي؟ أول هذه المواصفات أنها مؤلمة درجة ألم مش شبه حاجة مرت عليك تاني في الحمل يعني مؤلمة ألم مش يعني ألم كبير جدا وشكله شكل الألم كمان مختلف تاني سمة من انقباضات الولادة أنها بتكون منتظمة يعني تحسبيها لو مسكتي كده الستوب ووتش بتاع الموبايل أو الساعة بتتحسب بالملي بالثانية يعني بتتكرر مثلا كل دقيقة بتتكرر كل دقيقة أو عشر ثواني بتتكرر كل دقيقة بتتحسب منتظمة خلوا بالكوا قوي من السمة دي أو من الصفة دي وتالت صفة أنها تبدأ من مستوى البطن عند الظهر وتنزل لتحت في اتجاه الحوت الألم أو الانقباضات زي ما قلتلكم مش شبه أي حاجة تاني مش شبه المغص ولا شبه انقباضات أو آلام الدورة الشهرية مثلا خلاص ولا شبه الانقباضات اللي بتظهر في الأسابيع الأخيرة من الحمل لكن انقباضات الولادة زي ما قلتلكم مختلفة ألم أكبر منتظمة منتظمة بالساعة بالثانية يعني وفي حال ظهور هذه الانقباضات لازم التوجه فورا للمستشفى طيب إمتى الدكتور أو الدكتورة في المستشفى أنا بدخلكوا بقى جواد لوقتي كشك الولادة على فكرة ما حدش كتير يعرف أن المكان الولادة الطبيعي باسمه كشك الولادة خلاص مش عارف ليه اسمه كشك بس هو كشك الولادة دي مكان الولادة الطبيعي الولادة القيصرية بتتم داخل غرفة العمليات مش معنى كده أن الكشك ده زي كشك الشارع يعني لا بس هو مصطلح طبي مريب وغامض ليه ليه مسامينه كشك ما عرفش من قديم الأزم يعني حتى بتلاقوا مكتوبة كده في المستشفيات كشك الولادة طبعا في المستشفيات يعني فيه طبعا مستشفيات بطالة تكتب الحاجات دي لكن بعض المستشفيات عندهم خصونا المستشفيات العريقة أو تلاقوهم مكتوبة ليفطى دي امتى طباء في مرحلة بقى الولادة يلجأوا إلى ما يعرف بتسهيل عملية الولادة لأ قبل ما نتكلم على الحكاية دي لأ أنا كنت أتكلم على التحفيز فيه حاجة اسمها تسهيل عملية الولادة يعني ايه تسهيل عملية الولادة يعني الدكتورة أو الدكتورة في آخر بقى الزيارات خالص هتلاقوه بيقولك أو بيقول لحضرتك خدها كده وتمشى شوي أو هيقولك اتحركي في البيت هتقول لها اتحركي عملية هيقولك اتحركي هاتي مثلا غيري ترتيب الهدوم هاتي الهدوم من مكان لمكان بس من غير ما تشيلي حاجة هنتقيل هتمشي في البيت حاولي تتمشي جوه البيت هيقول لزوجك ايه خدها كده وانزلوا تمشوا شوي المشي يسهل عملية الولادة اقول لكم على حاجة تانية كمان بتسأل عملية الولادة قوي التورماي الترام بتاع زمان بتاع سكندرية تشال تقريبا الترام ده كان لدرجة انه كان فيه في جلاسجو في عاصمة سكوتلندا كان عندهم ترام كده شكله أثري وتاريخي جدا كان في فترة من الفترات كده الناس ايه لما تبص على الترام ده تبص على كل اللجوات تحس انهم عارفين انهم حوامل كانت ديه نصيحة كده بس ده الكلام ده كان زماني يعني في الستينات والسبعينات من القرن الماضي كانوا دايما الأطباء يقولوا ايه للزوجة الحامل اركابي الترام ده في جلاسجو اركابي الترام الترام ده بيساعد على تسهيل عملية الولادة حركة الترام ده وهو ماشي تمام بس طبعا ده مش ضروري يعني التمشية او الحركة جوا البيت حل